بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة لفت انتباه حديث مهم جدا ربما كثير مننا لم يسمع عنه يحدثنا عن أهمية الاستغفار أن تجد في صحيفتك يوم القيامة استغفارا كثيرا كلنا أيها الأحبة سيقف بين يدي الله كلنا سيقرأ كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك كلنا سيجد أعماله حاضرة أمامه وكأنها تتم الآن فأنت الذي تكتب الكتاب الذي سيعرض أمامك يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب جدا يقول فيه طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الحديث يعني أنت اليوم أخي الحبيب إذا ذهبت لتبني بيت مثلا وذهبت وتفاجأت بأن هناك أثاث ومتاع وتكنولوجيا في هذا البيت مريحة جدا تفرح وتسعد بأنك وجدت شيء جميل يريحك أكثر ما يريحك يوم القيامة أن تجد أشياء حسنة أعمال صالحة في كتابك لأن هذا الكتاب سيحدد مصيرك إما إلى الجنة أو إلى النار إذا أوتيت كتابك بيمينك هذه الصحيفة إذا أوتيتها بيمينك ستكون من أهل الجنة وإذا أوتيتها بشمالك أو من وراء ظهرك ستكون من أهل النار وعلى يا ذو بالله لذلك يجب أن تملأ هذا الكتاب بالأعمال الصالحة طيب النبي عليه الصلاة والسلام دلنا من خلال هذا الحديث على عمل أو على قول أو على ذكر أو على دعاء من أهم الأعمال طوبة يعني طوبة هنا تعني الجنة والفرح والسرور والطمأنينة والفوز والنجاح كل المعاني الجميلة التي تتخيلها في هذه الكلمة طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طيب هل النبي طبق ذلك؟ نعم النبي كان يستغفر الله في اليوم ويتوب إليه أكثر من مئة مرة كل يوم وهو رسول الله وهو أعظم مخلوق على رغم من ذلك كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا التوبة إلى الله والاستغفار هو نوع من الشكر نوع من المعذر إلى الله لأننا كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى كلنا نخطئ كلنا نغفل عن الله فعندما تستغفر الله كثيرا أخي الحبيب سوف تجد أن هذا الاستغفار له فوائد كثيرة في الدنيا قبل الآخرة ولكن في الآخرة فوائد أعظم بكثير سيدنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني أول شيء تضمن مغفرة الذنوب والله عز وجل إذا غفر ذنوبك ورضي عنك سيرحمك سيرزقك سيحفظك سيشفيك سيهيئ لك أسباب العلم وأسباب الرزق وأسباب الحماية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إذن هذا رزق ويمددكم بأموال رزق وبنين رزق ويجعل لكم جنات هذا رزق وأنهارا رزق اليوم العالم يعاني من جفاف الأنهار يعاني من نقص المياه لأن عدد مستغفرين قل كثيرا أين نجد الاستغفار اليوم؟ يعني في القنوات الفضائية وفي الإعلام العالمي من يذكرون بالاستغفار للأسف قليل جدا لذلك أخي الحبيب أنا أريدك أن تتبنى ويعني تقوم وتتبنى ثقافة الاستغفار أن تكون ثقافة يعني عمل يومي يعني منهجك يوميا أن تستغفر له منذ أن تستيقظ بعد الصلوات في أي لحظة وأنت جالس وأنت ماشي وأنت في السيارة في الطريق في وسائل النقل وأنت في العمل أن دائما قل أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهكذا أكثر من الاستغفار لتجد هذا الاستغفار في صحيفتك يوم القيامة وفي الدنيا الاستغفار هو مفتاح الرزق على فكرة أهم مفتاح من مفاتيح الرزق هو كثرة الاستغفار لأننا كما قلت مليئون بالمعاصي فنحن قبل أن نطلب من الله أن يكرمنا ويرزقنا الصحة والعافية والرزق وكذا يجب أن نطلب المغفرة أولا يعني أنت إذا أسأت لإنسان ثم ذهبت لتطلب منه المزيد من المال لا أولا تطلب منه أن يسامحك ثم تطلب منه ما تريد لذلك أحبتي في الله أذكركم بهذا الحديث أرجو أن تحفظوه وتكثر من الاستغفار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء المستغفرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته